السلام عليكم صباحكم سعادة وتفاقل وراحة بال لرب جميعا تكونوا بخير تكملة لسلسلة الوصفات السريعة اللي انا بعملها بعد اي وصفة بنزلها بيكون فيها شغلة شوية يعني انا من يومين عملت معيكو المنزي فبحب بعد اي وصفة زي دي انزل بوصفات سريعة شوية علشان يكون الموضوع سهل علينا في المطبخ وما يكونش متعب فيتعالوا نامل مع بعض النهاردة مقارونا بالصوص الاحمر بكورات الكفتة من اسهل واصل على الوجبات اللي ممكن تعمليها وكمان طعمها حلو جدا من غير ما نصبع كفتة ولا ندخل فرن ولا اي حاجة تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه النهاردة بس في الاول حاب بقى افكركم ياريت اللي مشتركش في القناة يشترك علشان ده بيساعد القناة ان هي تجبر ويانا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه اول حاجة هيكون معايا نصف كيلو من اللحمة المفرومة وهيكون فيها دهون بنسبة 20% وهيحتاج كمان بصلايا يكون حجمها كبير شوية وطمط مية وفلفل اخضر حامي و3 فصوص من التوم وهي معلقة صغيرة من الملح نصف معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الفلفل وكيس من توابل الكفتة اللي بيكون جاهز ده بيفرق جدا 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 في الطعم ونصف معلقة صغيرة من البيجنج بودر ما تقتروش في الملح علشان التوابل الجاهزة بيكون فيها ملح احنا بس بنزبط الطعم شوية وما تقتروش برضه في التوابل علشان ما يكونش الموضوع اوفر لكن لو انت هتستخدمي توابل من عندك ومش هتستخدمي توابل جهزة طبعا تقدر تحطي اي حاجة عندك توم بودر بصل بودر بابريكا الحاجات اللي احنا بنتابل بيها اللحوم دي وهتطلع معيك برضو حلوة جدا مع البيكينج بودر علشان الكفتة تطلع معيك مش مكتومة وتستيب كويس انا فرمت البصلية والطمطمية والفلفل الاخضر والطوم مع بعض كويس في الكبة لغاية لما ينعموا وبعدين هحطهم على اللحمة وكمان هحط التوابل البودر وهتعجنيهم مع بعض كويس جدا ايو انا بقول اعجنيهم مش قلبيهم لغاية لما الانسجة بتاعتك تظهر زينين شايفاها دي اللي هي شبه الخيط علشان كرات الكفتة ما تفكش منك وكمان علشان كرات الكفتة في الاشر يطلع معيك الملمسها ناعم وشكلها متناسق فلازم تعجنيهم مع بعض كويس جدا وعلى فكرة انا بستخدم البصل بالمية بتاعته يعني انا ما بصفيش مية البصل لان انا بكون متابلة اللحمة قبل بيوم فلما بسيبها في التلاجر تتماسك معي فما باضطرش ان انا اخد مية البصل لانها بتفرق معي جدا في طعم الكفتة انا سواء بعمل كفتة صوابع او كرات زي كده ما بصفيش البصل من المية بتاعته ابدا كل اللي بعملو اني بتقبل اللحمة وببيتها في التلاجة جليلة علشان كده الكفتة بتطلع معي ملمسها ناعم وشكلها متناسق وما بتتفكش مني وفي طاسة على النار حطيت يعني ثلاث معالق كبار كده من الزيت وهسيب الزيت يسخن كويس وبعدين هنزل عليه بجرات الكفتة لغاية لما تتشوح وتاخد لون يكون خفيف في المرحلة دي مش هتستوي احنا بس بالناس دي للصوص بتاعها في الزيت يعني بنديها طبع طبعا كل ده النار بتكون عالية علشان الكفتة ما تنزلش ميتها وهنفضل نقلب الكفتة على الجنبين علشان تاخد لون حل ولما تاخد لون زي اللي انتو شايفينه ده بلاش تغمقوها عن كده عشان ما تبنش ان هي محروقة نطلع الكفتة من الطاصة ونحطها في طبق وفي نفس الطاصة اللي انا عملت فيها الكفتة حط معلقة كبيرة من الطوم المفروم النعم ولما الطوم يصفر هنزل عليه بكبيتين كبار من صلصة الطماطم وهبهر الصلصة بمعلقة صغيرة من الكمون معلقة صغيرة من الفلفل معلقة كبيرة من الزعتر معلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة صغيرة من السكر وهقلبهم مع بعض وبعدين هنزل عليه بكورات الكفتة وهسيب الكفتة في صلصة الطماطم وهي بتتسبك علشان الصلصة تاخد من طعم الكفتة وهنسيب الطماطم تتسبك شوية بس طبعا مش قوي علشان الصلصة ما تتقلش منك ويكون كوامها وحش كل ما صوص الطماطم الأحمر يكون خفيف كل ما بيكون أحلى أنا هنا سخنت مية علشان أسلق فيها المقارونة هحط فيها معلقتين كبار من الملح بس أنا مش هستخدم زيت في مية المقارونة علشان الزيت بيمنع أن الصوص يمسك في المقارونة كويس يعني هسلق المقارونة في مية وملح بس وهستقها بالنسبة 80% مش أكتر من كده أنا استخدمت المقارونة سبكيتي ممكن أنت تستخدمي أي نوع مقارونة بتفضلي بس ما تخليش المقارونة تستوي بشكل كامل علشان إحنا لسه هنقلبها في الصلصة والقفتة علشان ما تطلعش معاك في الآخر مع الجنة ويكون تعموها مش حالو وطبعا كلنا عارفين أن طول ما المقارونة بتستوي لازم نستمر في التقليب علشان ما تمسكشه في بعض والمقارونة من الأفضل إنك بلاش تسلقيها وتركنيها يعني قبل ما الصوص الأحمر يتسبك معاك بحاجة بسيطة إبدا أن تسلقي المقارونة علشان هي مش هتاخد معاك أكتر من خمس دقايق شايفين الصلصة أنا ما بس بهاش تتقل خالص علشان تكون بتلمع وشكلها حلو زي اللي أنتو شايفينه ده في ممكن تنزلي بالمقارونة على الصوص والقفتة على طول بس أنا علشان ما عملتش الكمية كلها مرة واحدة فأنا قسمت الكمية علشان موعيد الغداء عندي كانت يعني مقصومة شوية فمعرستش إن أنا أنزل بكمية المقارونة كلها على الصوص فحطيت معلقة زيت بس كده في الحلة وحطيت عليها المقارونة تتشوح بس شوية وبعدين نزلت عليها بالصوص والقفتة طبعا هتقليبي تقليبتين مش أكتر من كده لأن كده كده قرية دي هي الصلصة متسبكة وعلى فكرة أنا ما استخدمتش كمية اللحمة المفرومة كلها أنا أخدت النصها بس يعني لو أنت هتعميني نص كيلو زي اللي أنا قلت لك عليه طبعا هيرمي كمية من كرات الكفتة أكتر من كده بكتير بس أنا استخدمت يعني ممكن ما يحصلش كمان نص الكمية فحبيت إن أنا عرفكم برضو المعلومة دي علشان ما تقولش هم دول بس اللي طرعوا من النص كيلو لأ أنا ما استخدمتش النص كيلو كله وده شكل طبقنا في الآخر المكارونا كانت محتفظة بشكلها ما كانتش مع الجينة كانت مفرفلة جدا دي ما انتو شايفين كده علشان كده بقول لكم سر نجاح الوصفة دي إنك لازم تسلقي المكارونا بنسبة تمانين في المية بس مش أكتر من كده علشان تكمل التسوية بتاعتها وانتي بتقليبيها في الصلصة سوس كمان كان واخد من طعم الكفتة فكان طعم حلو جدا وانا عملت معيك وقبل كده المكارونا بالسجوء وكانت وجبة ما أخدتش مني أكتر من نص ساعة وبرده كانت مميزة جدا وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت يارب يكون الفيديو كان خفيف على ألوكو ولو انتو استفدتم من الفيديو ده ما تنسوش تعمل الخير النهاردة اللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعالوا الجرس علشان يوصل لكم كل جزيز بحبكم في الله اشتركوا في القناة